هل تقارن دكتورة أسيل العواطي مع احترام الحكسفاء الحاشم؟ لا وليس أنا أقول الجميع ليش ما هجمت صالح الملة؟ ليش ما هجمت الدكتورة أسيل العواطي؟ أهجم على شنو وهو الهجوم الموضوع الهجوم الهجوم من أجل الهجوم فقط لإرضاء زيد وعلى عبيل؟ أداءهم كانوا أداء مسأمة كانوا أنتقتهم؟ لا لا عفوا كانوا بالراتب الأخيرة في الانتخابات كانت الدكتورة أسيل المركز الأول أستاذ صالح الملة المركز الثاني بسبب اختيار بما يرون أهالي الدائرة الثالثة حصلوا على الترتيب الداعش أو الداعش أولا ما كانوا الأول والثاني إذا ما خبضني الدكتورة أسيل كانت في رقص الخامس أو السادس وصالح الملة كان بالسابع يعني ما بين الخامس والسابع أهاجمهم على مواقفهم هاجمتهم على مواقفهم أيام ما كانوا أعضاء في مجلس الأمة وأنا ما أقول لك اليوم أن صالح الملة ودكتورة أسيل أعضاء كانوا 100% اختلفت معهم في كثير من الأمور واختلفت مع كوادرهم أثناء فترة انتخابات بسبب مهاجمتهم أعضاء آخرين ولكن هذا مو معنات أنه أنا هاجم دكتورة أسيل لأن سي من الناس ما يحبه أو هاجم صالح الملة لأن سي من الناس ما اختلفوا إياه أنا بالنهاية أمثل رأي وقناعات هذا رأيك الشخصي ويحترم وأنا بس أحب أنوه حق مشاهدين الكرام أنا اللي أقوله عارف صدا ومداه أنا ضيفي أستاذ مشاري أو أي ضيف آخر أخذ معاه لاتجاه المعاكس أنا لا أنتمي لا لي حكومة ولا لي مجلس ولا لي أشخاص نحن هنا في تلفزيون الشاهد تعلمنا على الشفافية تعلمنا هدفنا الأول والأخير الوطن والمواطن فأتمنى أن مشاهدين الكرام لا يحسبوني دفاعا عن أحد لو أن وهو نفسه كان يدافع عن السادة صفا أنا خذيت موقع الدكتورة أسيل العوضي ومصالح الملة السادة مشاري بيابس هناك اتهمات عليك أنك أثناء الانتخابات حصلت على سيارات حصلت على أموال حصلت على أشياء لإبراز فئة ضدها في الفئة وين السيارات؟ هذا يقال ولك حاجة تام فيه يقال البينة على من الدعاء واليمين على من أنكر أنا من دخلت تويتر يعني خلنا نقول من بعد أربع أو خمس شهور من بداية معرفة الناس في مشاري بيابس بتويتر وأنا أتوجه لها الاتهامات أعطوا سيارة أعطوا معرفة فيش أعطوا لنفرض أن أعطونها وين المشكلة؟ تخفيت الحقيقة مثلا؟ لا أخفيت الحقيقة لما تشوف مشاري كان ماشي في خط وراح للخط الآخر المعاكس حزاتها تقدر تقول شنو؟ تقول لا والله يعني فيه تغيير أو تغلوة حصل على شيء بعد أن أنا أسألك في المجلس اللي فات أقنى أثنين والله يزيدهم كانوا سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة يعني لو أنا كان لو كنت أدور المصلحة لما هاتمت هذا للشخصين؟ أكثر هجوم تعرضوا له من شخصيات سياسية سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس مجلس الأمة ذكرت أبلغاليل أن تقول موقوف ثابت آخر حدث صار معك في وقتنا الحالي بالأمس كنت يعني أنت مؤيد للحكومة الحالية واليوم سبحان ما نغيرك من حال إلى حال الآن الأمس مؤيد للفرق اللي ضد الحكومة اليوم أنت مع الحكومة أمس معارضة اليوم صرت حكومة وانت شايف موقف الحكومة أمس موقف الحكومة اليوم خلنا أقول لك هذه النقطة بس عشان أوضحها يعني أنت قاعد تحاول تقول أن أنت متناقض في أرائك خلني أنا أوضح لك على النقطة هذه دم يعني هذا حدث الساعة أمس الحكومة دخلت القاعة وكان اعتراضها على ضم أو دمج الاستجوابين لمخالفة اللائحة والدستور وإلى آخر وهدت بالانسحاب وانسحبت أنا ماني خبير دستوري أقلب أراء الخبراء الدستوريين أيدت موقف الحكومة قدام الحكومة على موقف صحيح وسليم نحن نأيد هنا ما عندنا مشكلة نهاية الحكومة كويتين موعدوا نحن مع الحق ولكن تفاجأنا اليوم عندما وافقت الأغلبية على فصل الاستجوابين ومناقشتهم تفاجأنا الحكومة قاعدة بالاستراحة ما تبيل يدخل لعني في شيء غلط أمس أنتم موقفكم سليم ولكن احنا مشكلتنا حكوماتنا المتعاقبة ما عرف تسوي شيء صح و تستمر فيه والنواب النواب طبعا أنت تتكلم النواب على قراتهم كل واحد عقلب راسه وعارف خلاصه وقرار ربيده الحكومة مع الأسف ومش الحكومة الحالية فقط الحكومة الحالية وحكومات السابقة القرار عند فرد ما يقوله هذا الفرد ينطبق على جميع الوزارة ولا حد يجروا أن يخالفه دعني أخذك في جانب آخر أنت متهم أن تغريداتك معنى أصح بنفس عنصري بحث للتجار لأن التجار معنى أصح للتجار؟ للتجار مستميت على التجار تدافع عنهم ببسانة أنا بس أسألك سؤال أو موش أسألك سؤال دعني أوضح لك النقطة لو كنت أنا من عائلة من طبقة التجار أو أهلي تجار قد أجد مبرر لهذا الاتهام أو هذا الهجوم كنت أنا من عائلة من الطبقة المتوسطة أهلي لا هم تجار أو لدينا تجار لأستبسل للتجار الاتهام هذا وجه لي بالذات وأنا أذكر لك الحادثة بعد دفاعي أو ما قيل أنه دفاع عن الأخ صلاحي مضف مدير بنك تسليف وخلافه مع معي الوزير شعيب لمويزري الناس صورت ومع الأسف هذا اليوم هذا منطقة كثير من الناس أنه لما يكون الموضوع بين قبلي حضري أو سني شيعي دائما إذا كان الطرفين المتخاصمين مثلا واحد قبلي واحد أحضري أو واحد سني واحد شيعي دائما يأخذ الموضوع بمنحة قبلي أو منحة طائفي نحن كان يعني تركيزنا أو اعتراضنا وزير أخذ قرار ما نختلف ولكن أولا وزير أخذ قرار ما هو دستوري حسب ما حتى أعضاء كتلة الغلبية اللي منضمنهم وزير الإسكان قالوا هل كلام موش كلامي أنا نحن دفاعنا عن مبدأ مرسوم أميري صدر يجب إلقاءه في مرسوم أميري وليس في قرار فصل عن مبدأ أنه في شخص في موظف الدولة يحيي لجنة التحقيق والوزير ما انتظر نتيجة لجنة التحقيق واتخذ قرار تعسوه بفصل هذا الموضوع هذا كان اعتراض المرسوم الأميري اللي تطرقت له كذلك نفسه وعيت أنت بعد تغريداتك الهيئة العامة للرياضة فلح حكم محكمة شاء له حكم محكمة شاء له حكم محكمة حكم محكمة لا 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 عفوا حكم محكمة صادر باسم سمو الأمير اعترض على حكم محكمة كان حكم محكمة واضح ومن يرى مصلحة الوزارة ليس الوزير المعني ولكن وفق القانون لا تكسر القانون أمش بجراءات قانونية كلها بيقول لك سواء نحن مؤيدين أو معارضين نبن نتأكد أن من تغريداتك أنها ليس نفس تجار غرفة التجارة والصناعة أين ما أشوفك التهجم عجبتك لا لا بردن وسلام غرفة التجارة والصناعة أنا مصحح أنا الحين على الهوى أقول لك أن وضع قرفة التجارة غير قانوني في رأيي الشخصي ولكن هناك حكم محكمة في صحة قرفة التجارة وإجراءاتها أنا اليوم أريد أن أعطيك نقطة بسيطة هذه اللي أنا لا أستطيع أن أستوعبها اليوم في قرفة التجارة البنك الوطني يعامل معاملة ناس معاملة ترعي البقالة هذا يطلع عرقية هذا يطلع عرقية يتفعل نفس الرسوم هذا رسماليا مئات الملايين هذا رسمالها أربعة خمس سلاف دينار في شي خطأ والعمالة تفرق بعد كذلك كثير من الفروقات ولكن هذا يعامل نفس هذا غير صحيح أنا اليوم أقول لك الرسوم اللي تحصلها قرفة التجارة أنا من وجهة نظري الشخصية ما لها معنى ولا لها أي سنة قانوني ولكن حكم محكمة يقول لك بلوابق قانوني ما يريدنا نسوي ما يجرى نسوي ولكن أنت تشوف وضعها غير سليم غير غانوني وضعها وليش ما نشت أعظامة سلومة بعملية استجواب وزير التجارة استجواب مع أن العلم مشاري ورح تطرغها في محاوري هناك من يستمع لك من نواب هناك من يستمع من ليش ما نشتهم بعمل كيان قانوني لهذه طرح هذا الموضوع أكثر من مرة طرح أعتقد من قبل النائب حسن جوهر طرح أكثر متراخة؟ لا أعلم متراخة متراخة لا لا أنا دكتور حسن جوهر أنا معرفة شخصية ولكن من مواقف اللي أنا تابعتها خلال السنوات الماضية رجل صاحب موقف وصاحب كلمة حك ولكن الأحداث اللي صارت المتتالية أنت لما تيني تقول لي في قضية تحويلات وإداعات هل أنا بي بخضم هذه المسائلات والاتهامات من الطرفين ويقول لك تعالى ولا قرفة تجارة يعني حتى الأعضاء المؤيدين لحسن جوهر في ذاك الوقت بيقولها يا دكتور هذا مو وقتك كان في قضايا أهم كان في موارسات أخضر كان في ضياع أكبر لمال العام ولكن هذا مو معناته أنه يستمر الخطأ اليوم كتلة الأقلبية بإمكانهم سن أي قانون وقالبيتهم معروفين على قولتكم في يعني محاربتهم لطبقة التجار أو أنه مناهضين لطبقة التجار لماذا أهم الأغلبية قاعد تحارب التجار لا لا هم معروفين أنه في خلاف ما بين أعضاء كتلة الأغلبية ومش كلهم للأمانة يعني في أعضاء أو القياديين منهم والتجار مو لأن الأغلبية قلط لأنه في ممارسات مقبل التجار ممارسات خطيرة ممارسات يعني لا يقبلها عقل نعم بنتكلم إحنا وياك عنها بالنسبة لقضية أخواننا الكويتيون البدون دائما أنت تتهجم على البدون دائما صحيح تغريداتك قاسية ومسلطة على أخواننا البدون شو الأسباب أخوي بداح شوف أنا يعني بأكثر من اللقاء سؤلت هذا السؤال بداية حديثي يعني بداية تطرقي لهذا الموضوع لموضوع البدون ذكرت أن يفتثنى من حديثي هذا كله أصحاب أحصاء 65 أبناء العسكريين وأبناء الشهداء بمعنى أصح والمشاركين في حروب الحروب العربية وما دون ذلك وأبناء طبعا الشهداء اللي توفق من وكب الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد واللي ما ينطبق عليهم يعني اللي خارج هالثلاث فئات كلامي موجه لهم أنا خلني أقول لك شيء إييني واحد ما يتكلم كويتي يتكلم لي بلكنة عراقية بلكنة سورية بلكنة اللي هي ويقول لك أنا كويتي وبدون بأي عقل و بأي منطق و أنا ما أقول لك واحد عمره 60-70 سنة قد يكون عاش في هذه الدول واحد يدعي أنه مولود بالكويت عمره 20 سنة 25 سنة ويقول لك أنا بدون بأي عقل بأي منطق بس أستاذ مشاري هناك أنت ذكرت قبل غليل هناك من يستحق هناك من يستحق ناصر هل من يستحق هذا أنا كمثال أنا عندي قناعة أنا عندي قناعة بعد الغزو هناك من دخل من الجيش الشعبي وسمى نفسه بدون أنا خلنا أقول لك ظلم هذه القضية سنة 81-88 كان على ملف الشخصية عدد الله يرحمه عدد البدون كانوا 12 ألف لغاية 90 وصلنا إلى 90 أو 100 ألف صار الغزو صاروا 400 ألف من يو من يدخلوا إحنا اليوم أنا أقول لك لماذا لا تحلل الحكومة وإحنا هذا خطأ لماذا دعون كرة الثلج دعك تكبه دعينا أكمل لك الخطأ الرئيسي من الحكومة لأنها ما علجت هذا الموضوع ولكن اليوم إحنا ما يصير نقول حكومة قلطانة ونقعد نطالعهم ونحطينا على خدنا ونسكت لا ننكر أنه حتى في مظاهرات البدون التي صارت كان في ممارسات خطيرة ولا نقبلها لو لا تقبلها أنت كونك مواطن كويتي أنه يقوم شخص من البدون ويكسر دورية لا يعتدي على الجهات الحكومية هذا لا نرضاه لا من ويجين من البدون ولا كويتي هذه أحداث صارت هذه أحداث نتكلم عن واقع احنا ما قاعد نحط فرضيات ولكن اليوم لجنة العام صالح الفضالة نعتقد أن مدتها خمس سنوات راح منها سنتين باقي ثلاث سنوات الآن الأخوة صفر وخمسين الناس قاعد تموت الناس مقاعد يقاعد تاكل المشاري لانطر صالح الفضالة بعد خمس سنوات انطر اليوم اللوم كلها قاعد يوجه لصالح الفضالة أنا أقول لك إذا طافت الخمس سنوات هذه من دون حل لمشكلة البدون احنا نطلعوا إياهم احنا مستعدين نتظاهروا إياهم زي لجنة البدون اللي مقامت تحت قبة عبدالله السالم في مجالس متعاقبة وين دورهم؟ تكسبات سياسية أغلبها تكسبات سياسية عند شم قانون أقر من قبل مدلس الأمة تجنيس 2000 تجنيس 4000 تجنيس 2000 شفت واحد منهم سأل عن القانون أو تطبيق القانون مجرد أرضاء لقواعد انتخابية لأكثر ولا أقل دغدقت مشاعر فقاعات إعلامية فقط يقعد ويتكلم باتر هذا فلان كويتي عنده ثلاثة أربع من أهل أبدون ولكن هذا يحتكم له على أربعين خمسين شخص من عائلتي أنا شو نكسب أصوات هذه فلعزي أن أدغدق مشاعرهم بس أحب أذكر مشاهدين الكرام إن شاء الله بعد قليل راح أخذ اتصالاتكم متعاقبة إن شاء الله مخرجنا ومعدين يجهزون الاتصالات لي بس لين أخلص محاوري أو جزء من المحاور الهدف اللي أوصله أنا وظيفي بعد ثم ذلك أتعاقب الاتصالات يعني اتصال تلو الآخر ما راح نحرم أحد من مشاركة راح أستقبل جميع اتصالاتكم بس أتمنى عند الاتصال الاختصار في السؤال ويوجه لي السؤال الأسئلة أخذهم كل مرة بعد ثم ذلك أوجهها لضيفي لمغرد مشاري بيابس كان لك تعقيبات وتغريدات على التجنيس وكنت تحابي جهة عن جهة هناك جنسة تم تجنيسها ما سمعت الكصود وهناك أمور أخرى جنسة تم شون حسب الأسماء أنا أتمنى أنك تسمي الأمور مسمياتك مطلق عاد حرام وغلوم حلال لا مصحيح لا مصحيح هذا اتهام أنا خليني أقول لك شيء أنا اليوم كمواطن كويتي لما أفتح الجريدة وأقرأ أسامي المجنسين من بينهم فنان ممثل هذا الشيء بيخدم الكويت فيه ما هي الأعمال الجليلة اللي قام فيها حتى يحصل على هذه الجنسية أنا بدلما أجنس هذا أجنس لي دكتور أجنس لي بروفيسور أجنس لي عالم أجنس لي شخص ستفيد مني هذا الشخص بيمثل سواء بالجنسية أجنسية اعترض كذلك عشان حتى لا يفسر أنه والله أنت يعني على قوتك مطلق